لليوم النظام السوري يتحدث بلغة مماطلة الرئيس كما قلت لحضرتك قبل قليل الرئيس سوري بشار الأسد في أحدى اللقاءات الرسمية قال والله عندنا فساد وعندنا رشوة وعندنا فوضى وما مش قادرين نضبط لكن الحديث هذا غير صحيح يعني دولة تدعي أنها انتصرت في الحرب اللي هي جائرة وانتصرت على المعارضة وانتصرت على كل شيء لا تستطيع أن تمنع هذا كلام غير منطقي اليوم الكيبتاجون اقتصاد للدولة السورية الكيبتاجون اقتصاد للنظام السوري وللعائلة النظام السوري العائلة المباشرة للرئيس السوري لميليشيات لمؤسسات في الجيش فهم عمليا مستفيدين وفي وجهة نظر أخرى كنت سألت حضرتك عنها الإخوان إنه في وجهة نظر عند بعض القوى في سوريا الرسمية اللي تعتقد أن كل دولة لم تقف مع النظام السوري خلال العشر سنوات الماضية هي تعاق كأنها تعاقبه عن طريق عدم ضبط هذه المسألة والسماح يعني تعزيز الفلتان باتجاه مزيد من التهريب ومزيد من حوالي التهريب فهي إلى جزء آخر إنه أنتوا بالفترات الماضية وقفتوا ما كنتوا معنا فشوفوا ضوقوا الآن من هذه الحرب يعني نوع من العقوبة الفلتان جزء منه نوع من العقوبة اللي كانت اللي تحاول سوريا أن تعاقب فيها أو تقول أو تستخدمها كعقوبة على بعض الدول العربية الفادي الماضية اشتركوا في القناة